بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان المتتليات والبرهان بالتراجع 2000 لبكالوريا 2010 سير واقتصاد رقم 2 كما أنصح شعبة رياضيات وشعبة سير وشعبة العلوم التجربية وشعبة التقني بمتابعة الحل إذن ولننطلق على براءة الله لاحظوا جيدا أبناء ماذا قال قال لتكن إيلي آن المتتالية العددية المعرفة بإيلي سفر تسعين واحد وإيلي آن زائد واحد تسعين ثلاثة إيلي آن زائد اثنان على أربع السؤال الأول قال أحسب الحدود إيلي واحد إيلي اثنان إيلي ثلاثة إذن هنا نقول حساب ماذا حساب إيلي واحد لاحظوا جيدا هنا أبناء نأتي أولا بالعلاقة التلاجعية هذه هذه العلاقة التلاجعية ونأتي بالحد لاحظوا كم نعطي يا أبناء إيلي الآن حتى نتحصل على إيلي واحد لو ندقق هنا ألا نعطي له هنا صفر ونعوذ هنا بصفر فماذا ينتج؟ ينتج أن صفر زائد واحد وهو واحد ما تصبح لنا إيلي واحد يساوي إيلي صفر ها هي قيمته انظروا جيدا سوف نعوذها هنا فتصبح لنا ثلاثة في ماذا؟ في واحد زائد ماذا؟ زائد اثنان على أربعة فتصبح لنا ماذا؟ ثلاثة في واحد كم؟ هي الثلاثة زائد واحد كم؟ زائد اثنان هي خمسة خمسة على أربعة يتصبح لنا هنا خمسة على أربعة ونكتب هنا إي لواحد يساوي خمسة على أربعة عفوا على أربعة هذا إي لماذا هذا إي لواحد نتركه هنا لأنه سوف نحتاجه نأتي بنفس الخطة أبنائي هنا لحساب إي لإثنان لكن هنا إي لإثنان مبني على الحد الذي قبله ما هو الحد الذي قبله لهو إي لواحد كم نعطي للآن حتى نتحصل على على إثنان نعطي له هنا واحد وهنا واحد فتصبح لنا إي لواحد زائد واحد وهي إي لإثنان يساوي إي لواحد نحن نملك قيمتها هي قيمة أبنائي نعوضها هنا فتصبح لنا ماذا فتصبح لنا ثلاثة في خمسة على أربعة زائد إثنان على أربعة تصبح لنا إي لإثنان يساوي نعطيها كذا ونضرب هذا البسط في البسط والمقام وفي المقام فتصبح لنا خمسة تعشر على أربعة زائد Canada لأحد المقام للإثنان تصبح لنا ثمانية على أربعة الكل على أربعة لاحظوا على أربعة فتصبح لنا ماذا تصبح لنا خمسة تاعشر زائد ثمانية الان اللي هي 23 نعم 23 على 4 يصبح لنا 23 على 4 في 1 على 4 الان اذا اي لي 1000 ي ساوي كم formul عودي على ستة عشر هذا كذلك هو ماذا نتركه هنا تابعوا جيدا ها هو بعد ما حسبنا الإيلي واحد والإيلي إثنان بنفس الخطة نحسب ماذا نحسب إيلي ثلاثة تابعوا جيدا إذن كم نعطي للآن حتى نتحصل على الثلاثة نعطي له إثنان هنا وإثنان هنا فماذا ينتج ابني إيلي إثنان زائد واحد لهو إيلي ثلاثة يساوي الثلاثة نملك ثلاثة في إيلي إثنان ها هي قيمته نعوذها هنا فماذا نتحصل نتحصل على ثلاثة وعشرون على ماذا على ستة عشر زائد إثنان على أربعة تساوي ثلاثة وعشرون في ثلاثة تعطينا كم؟ تعطينا تسعة وستون على ماذا؟ على ستة عشر لاحظوا جيداً إذن سوف نحترم خط الكسر الكبير هكذا تعطينا تسعة وستون على ستة عشر هكذا زائد نوحد المقام للإثنان تصبح لنا إثنان وثلاثون على ستة عشر الكل على أربعة فنقوم بجمع هذه مع هذه لاحظوا جيداً عندنا الستون مع الثلاثون كم؟ تسعون تسعون زائد إحدى عشر تعطينا مئة وواحد إذن تعطينا إيلي ثلاثة تساوي لنا واحد على أربعة في ماذا؟ في مئة وواحد على ماذا؟ على ستة عشر تساوي تساوي لنا مئة وواحد على ماذا؟ ستة عشر في أربعة تعطينا أربعة وستون إذن هذه هي إيلي ثلاثة تساوي لنا كم مئة وواحد على أربعة وستون بهذه البساطة المطلقة أبنائي ها قد قمنا بحساب الحدود الآن أبنائي بعدما كمنا مع حساب الحدود وها قد قمنا بحسابها نتطرق إلى السؤال الذي جاء بعده قال برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي يعني لم يستثني معناها ننطلق من إيلي سفر فإن إيلي آن أقل من إثنان أقل تماما لاحظ هذا نقول البرهان أن إذن البرهان أن إيلي آن أقل من إثنان هنا يتم البرهان أكيد بالتراجع نقول أولا من أجل من أجل آن كم يأخذ أول قيمة اللي هي السفر ها هي أمامكم إيلي سفر عندنا إيلي سفر كم يساوي يساوي لنا كم واحد نأتي بهذا الواحد ونعوضه هنا ماذا ينتج ينتج أنه واحد أقل من إثنان نعم واحد أقل من إثنان ومنه بيلي سفر بيلي سفر يعني القضية سفر محققة من أجل أن يساوي سفر هذا الأمر الأول يعني هذه بداية التراجع يعني مرحلة التحقق نقول مرحلة ثانية إذن هذه المرحلة الأولى المرحلة الثانية ونفرض أن بيلي آن كيف هي محققة من أجل ماذا أبنائي من أجل الآن أي ماذا أي أن العلاقة التي أعطيت لنا وقال برهنها نحن ماذا نقول نقول نفرضها ونبرهن تابعوا جيدا ونبرهن هذه المرحلة الثالثة هي الأهم ونبرهن صحة الخاصية بيلي آن زائد واحد من أجل ماذا من أجل آن زائد واحد أي ماذا أبنائي لاحظوا جيدا إذن هذه العبانات تتبعونا لأننا نحتاج منها الأشياء تابعوا أي ماذا أي أن علينا أن نبرهن أن إلي آن زائد واحد أقل من الإثنان لكن لبرهنة على إلي آن لهي هذه يا ابني علينا أن نبرهن أن أقل من إثنان علينا أن ننطلق من الفراضية ما هي الفراضية ها هي الفراضية دائما في البرهن بالتراجع مرحلة التحقق ثم الشيء الذي يعطى لك يقول لك برهن أن تأفرضه قم بفرده وبرهن الذي جاء بعده إذن نقول لكن في البرهن علينا أن ننطلق من الفراضية نقول لدينا الفرضية ماذا؟ لدينا أن إليأن أقل من الاثنان وعلينا أن نصل إلى أن هذه العلاقة هذه العلاقة صحية هذه نجعلها سوب إعنا للبرهان عليها تابعاوا أبينا لدينا من الفرضية قلنا أن إليأن أقل من المذا أقل من الاثنان علينا أن نصل إلى هذه ما رأيكم أبنائي لو نأتي إلى هذه القيمة ونضربها في الثلاثة من هنا ثلاثة ومن هنا في الثلاثة تصبح لنا ستة فتصبح لنا ثلاثة في أولي آن أقل من ستة ماذا ينقص يا أبناء؟ ينقص لنا الاثنان نضيف الاثنان على كل طرف فتصبح لنا هنا زائد اثنان وهنا زائد اثنان لم أفعل شيء حتى الآن ماذا ينتج؟ ينتج لنا أنه ثلاثة أولي آن زائد اثنان أقل من ماذا؟ من ثمانية ماذا ينقص يا أبنائي؟ ينقص لنا الأربعة والأربعة يقع في المقام معناه نضرب العبارة في ربع من هنا ونضربها في ربع لأن الربع هذا قيمة مجابة يعني لا يحدث لنا أي إشكام في هذه المتابين فماذا ينتج يا أبنائي؟ ينتج لنا ثلاثة في إيليان زايد إثنان على أربعة أقل من ثمانية على أربعة لأن البسط في البسط والمقام في المقام لهي إثنان ولاحظوا هذه العبار ألا تدقق معي أنها هي هذه نعم إذن وماذا نقول نقول أي إي لآن زائد واحد أقل من الاثنان أي بي لآن زائد واحد كيف أصبحت أبنائي محققة من أجل ماذا من أجل آن زائد واحد وأخيرا لهو البرهان الذي نبحث عليه وأخيرا شيء الذي طلب مننا الأول وأخيرا إي لآن أقل من الاثنان بهذه البسطة فقط يعني دائما أكرر مرحلة الفرضية ومرحلة البرهان الشيء الذي يعطى لك ويقول برهنه أنت أفرضه وأثبت الذي يأتي بعده والذي بعده قد أعطيت لك العبارة فأعمل على الوصول إليها بقواعد الحصر فقط بهذه البسطة أبنائي قمنا بالإجابة على هذا السؤال الآن بعدما أكملنا مع هذا السؤال سوف نتطرق إلى السؤال الآخر إذن نتابع قال بيّن أن المتتالية إليان متزايدة تماما إذن نقول هنا البرهان أن إليان كيف هي متزايدة تماما لاحظوا جيدا هنا نقول ندرس ندرس إشارة الفرق بين الحدين ما هما بين إليان زائد واحد ناقص إليان مع مراعاة هذا البرهن بالتلاجع الذي برهنناه من قبل لأنه هو نحتاجه تعالوا نجرب أبنائي ويجب علينا أن نجد هذه القيمة بأما أنه قال متزايدة علينا أن نجدها قيمة موجب يعني الفرق يجب أن يكون موجب لأنها متزايدة لو قال متناقصها نجد الفرق أنه عدد سالم ركزوا لدينا إليان زائد واحد ها هي قيمتها يا أبنائي انظروا جيدا ها هي إذن نكتب هنا إليان زائد واحد ناقص إليان تساوي تساوينا إليان زائد واحد قيمتها عوضناها ناقص إليان نفكر في شيء ألا وهو توحيد المقام وتصبح لنا تساوي ونجعل خط الكسر هكذا لاحظوا جيد فينتج لنا ماذا ينتج لنا ثلاثة إليان زائد اثنان ونضرب هذا في هذا تصبح لنا ناقص أربعة إليان على أربعة لم أفعل شيء حتى الآن تصبح تساوي نجمع هذا مع هذا ثلاثة إليان وننقص لها ناقص أربعة إليان تصبح لنا ناقص إلي يعني مثلما نقول ثلاثة ناقص أربعة تتعطي ناقص واحد زائد اثنان على ماذا على أربعة لكن دائما أبنائي جعلوا هذا صوب أعينيكم انظروا جيد هذا الذي برهننا من قبل فتصبح لنا ماذا فتصبح لنا تساوي ما رأيكم أبنائي لو نستخرج الناقص من البسطين يقول أحدكم كيف يمكن يا أستاذ لأن الزائد اثنان ما هو في الأصل أليس هو ناقص في ناقص إثنان نعم تعالوا نستخرج هذا الناقص من هنا إلى هنا فتصبح لنا ناقص واحد على أربعة في ماذا في إليان ناقص إثنان هذا الأمر توصلنا إليه لكن لا يمكن معرفة الإشارة هنا لكن نقول لكن لدينا ماذا لدينا هذه العلاقة من البرهن بالتلاجع قلنا أن الإليان أسغل من ماذا من الإثنان ما رأيكم أبنائي لو نقل بهذا إلى هنا فيصبح لنا ماذا فيصبح لنا إليان ناقص إثنان أقل من الصفر نعم نحن على السواب إذن هذه القيمة كيف أصبحت سالبة انظروا جيدا هذه سالبة وهذا كيف هو سالب السالب في السالب يعطي لنا موجب إذن صبح هذه القيمة موجب لأن كذلك هنا ناقص واحد على أربعة قيمة كيف هي سالبة والسالب في السالب يعطي لنا موجب ها قد توصلنا إلى شيء الذي طلب منه نقول إليان زائد واحد ناقص إليان أكبر تمام من الصفر هو ذلك المطلوب الذي طلب منه ومنه إليان بين قوسين لأننا لا نكتبها بدون أقوى سبحانبه بارد حد العام متتالية متزايدة أعلى المجال ما هو المجال الذي يعطيه لنا هو من الناقص ما لا نهاية إلى الإثنان لأنها أقل أننا قلنا هذا المجال نفسره نقول أنه أقل بهذه البساطة المطلقة فقط أبنائي آن بعدما اكملنا مع هذا السؤال أبنائي وقلنا أنها متزايدة نأتي إلى المجال الآخر السؤال الآخر قال استنتج أن المتتالية إليان متقاربة والسؤال هو استنتج ليس برهن إذا نقول استنتاج أن إليان هكذا كيف هي متقاربة نحن ماذا قلنا في عدة مرات قلنا كل متتالية متناقصة ومحدودة من المتزايدة ومحدودة من الأعلى فهي متقاربة نحن برهن نقول بما أن إليان متتالية كيف هي متزايدة وماذا متزايدة تماما و بما أنها متزايدة ها هي أمامكم هي تريد أن تصعد هكذا لكن وجدت في طريقها ماذا وجدت الإثنان إذن متزايدة تماما و محدودة من الأعلى بالعدد ما هو بالعدد إثنان هي تريد أن تتصعد تأتي تصعدها كذا لكن وجدت الإثنان هنا كجدار لها ومحدودة من الأعلى بالعدد إثنان فهي متقاربة نحو النهاية اسمها هذه دائما كل متتالية متزايدة ومحدودة من الأعلى فهي متقاربة وكل متتالية متناقصة ومحدودة من الأسفل فهي متقاربة أما غير ذلك لا نعلم بهذه البساطة مطلقة الآن أبنائي قمنا بالإجابة على هذا السؤال الآن بعدها سوف نتطرق إلى الجزء الثالث قال نعتبر متتالية فيليان هذه متتالية أخرى المعرف من أجل كل عدد طبيعي آن بالعبارة أعطيها لنا عبارتها أبنائي هي فيليان تسوي لنا يليان ناقص 2 هذه هي العبارة السؤال الأول قال برهن أو بين أن فيليان متتالية هندسية يطلب تعيين أساسها وحدها الأول نتابع جيد إذن هنا أبنائي لهذا السؤال قال بين أن المتتالية هندسية دائما عندكم قاعدة نقول حتى تكون فيليان متتالية هندسية يجب أن عندنا قانون أبنائي عليكم تحفظه أنه يجب أن نجد فيليان زائد واحد تساوي فيليان في شيء اسمه كي هذا هو الأمر لاحظوا جيدا أبنائي ما هو الكي الكي هو الأساس يا أبنائي نتابع جيدا ما معنى معنى علينا أن نصل إلى هذا الشيء ننطلق من فيليان زائد واحد يجب أن نجدها تساوي فيليان في كي كيف كأنما يجب ننطلق يجب أن نجدها لما ننطلق نعوذ هنا بواحد نتابع جيدا إذن تابعوا قلت لو نعوذ هنا هكذا ونعوذ هنا هكذا ماذا ينتج ينتج لنا فيليان زائد واحد انظروا جيدا بما أن وضعتهما زائد واحد تساوي لنا إليان زائد واحد ناقص اثنان وعلينا وعلينا أن نصل تابعوا جيدا علينا أن نصل أن هذه فيليان مضروبة في عدد فقط لكن عندنا ماذا عندنا إليان زائد واحد ألا تلاحظون أن هذه قيمتها نعم نأتي بها ونعوذها هنا فماذا ينتج؟ ينتج فيليان زائد واحد يساوي لنا ماذا؟ يساوي لنا ثلاثة أوليان زائد اثنان على ماذا؟ على أربعة ناقص اثنان دائما يا أبنائي سوف تلاحظون شيئا معين دقيقوا معي فقط لو نواحد هنا المقام تصبح لنا هنا كم؟ تصبح لنا هنا ثمانية والمقام يصبح هكذا ماذا ينتج؟ ينتج أن فيليان زائد واحد تساوي ثلاثة أوليان ناقص ستة لأن الثمانية ناقص ثمانية ناقص ثمانية زائد اثنان ستة ناقص ستة على ماذا؟ على أربعة لاحظوا الآن شيئا معين سوف يحدث يا أبنائي قلنا أن فيليان ماذا تساوي تساوينا إليان ناقص اثنان نلاحظوا إلى المعامل هنا كم واحد ولكن هنا كم؟ تعالوا نقوم أمامكم هنا بالتفكيك هذه العبرة ماذا تلاحظون؟ تلاحظون أن فيليان زائد واحد تساوينا ماذا؟ ثلاثة على أربعة إليان نقوم بتفكيك المقام فقط ناقص ستة على أربعة لا تقوموا بعملة الاختزال وتركوا الاختزال كما هو الآن ما رأيكم لو نلاحظ المعامل هنا كم واحد والمعامل هنا كم ثلاثة على أربعة إذن أكيد هذا الذي سوف نستخرجه كعام المشترك حتى نتحصل على هذه العبارة تابعونا استخرجه كعام المشترك ونلاحظ ماذا سوف يحدث فتصبح لنا فيليان زائد واحد يساوي قلت نستخرجه كعام المشترك اللي هو ثلاثة على أربعة ونلاحظ ماذا يبقى بما أن نستخرجه من هنا كعام المشترك تبقى لنا فيليان نضربه في ماذا؟ في واحد نصبح لنا فيليان ناقص ماذا؟ ناقص اثنان يقول أحدكم لكن لماذا ناقص اثنان يا أستاذ؟ أعيد النشر هذا في هذا هو ثلاثة على أربعة وهذا في هذا هو ناقص ستة على أربعة إذن نحن على صواب إذن ماذا نتج؟ نتج أن فيليان زائد واحد يساوي ها هي الكي وها هي الفيليان الشيء الذي قلنا عليه أن نبرهناه ها هو فيليان فتصبح لنا ثلاثة على أربعة في فيليان وهو الشيء الذي طلب مننا يا أبنائي انظروه هنا جيدا بالمطابقة ماذا نتج؟ نتج أن الأساس هو هذا يا أبنائي اللي هو ثلاثة على أربعة راحتم نقول ومنه فيليان متتالية كيف هي هندسية أساسها كي كم يساوي ثلاثة على أربعة بهذه البساطة المطلقة فقط الآن بعدما قمنا ببرهنة ذلك قلت في الأول سأريكم شيء لاحظوا ما هو الشيء دائما في هذه متتالية من أنوع دائما يا أبنائي انظروا كيف تكتشفون الأساس كم هنا المعامل؟ واحد وهنا كم هو المعامل؟ لاحظوا لو تفككون هو ثلاثة على إذن تلك هو الأساس بدون جدال فقط ثم السؤال الذي جابا قال تحديد أساسها أساسها قلنا أنه كي ظهر هو ثلاثة على الأربعة بقي لنا وحدها الأول حدها الأول إذن حساب فيلي سيفر فيلي سيفر أبنائي هنا لا نتعب عقولنا إنما ها هي العبارة ونعوذ فقط بما أن في لاحظ سيفر عوذ هنا بالسيفر وهنا بالسيفر تصبح لنا فيلي سيفر يساوي الإلي سيفر ها هي قيمته ها هي إلي سيفر كم عوذها هنا فتصبح لنا ماذا؟ تصبح لنا واحد ناقص اثنان ويساوي لنا ناقص واحد ها هي يا أبنائي قد ظهر الفيلي سيفر اللي هو ناقص واحد فقط الآن بعدما كما نقل أكتب عبارة فيلي آن بدلالة آن إذن نقول كتابة فيلي آن لاحظوا هنا نزع الأقواص لأنها عبارة الحد العام بدلالة آن لاحظوا جيدا الأمر جد جد بسيط أبنائي بما أنها متتالية هندسية ماذا قلنا؟ قلنا أن فيلي آن تساوي فيلي بي في كي قوة آن ناقص بي هذه عبارة الحد العام المتتالية الهندسية في الحالة العامة لكن هي من أين انطلقت؟ انطلقت من فيلي سيفر إذن عوضوا هنا بالسيفر وعوضوا هنا بالسيفر فماذا ينتج يا أبنائي؟ ينتج أن فيلي آن تساوي فيلي سيفر كم وجدناه؟ أتتذكروا أن وجدناه ناقص واحد نسمح لنا ناقص واحد والأساس كم وجدناه؟ وجدناه ثلاثة على أربعة الكل قوة آن وهذه هي عبارة فيلي آن بدلالة آن فقط كما يمكن هنا بما أن هذا الناقص الواحد يمكن أن نتخلص من هنا لأنه واحد ونكتبها إذن فيلي آن تصبح لنا ناقص ثلاثة على أربعة الكل قوة آن ونتركها هنا تابعوا الآن جيدا أبنائي إذن انتهى الدور هذا السؤال جاء السؤال ثم استنتج لاحظوا ها هو استنتج أنه من أجل كل عدد طبيعي إذن نقول استنتاج أن ماذا؟ أن هذه العلاقة صحيحة هذه العلاقة صحيحة والسؤال ليس برهن أو شيئانا استنتج يعني لا تتعب عقلك أبدا نقول لدينا ماذا؟ لدينا هذه العلاقة انظروا ها هي أمامكم لا تلاحظوا لننقل هذا العدد إلى هنا ماذا ينتج؟ سوف ينتج لنا يا أبنائي فيلي آن زائد إثنان تسوي لنا إلي آن والفيلي آن لاحظوا جيدا ها هي قيمتها انظروا جيدا فتصبح لنا إلي آن يسوي ماذا؟ يسوي لنا إثنان ها هي إثنان نكتب إثنان وعندنا الفيلي آن كم قيمته اللي هي الناقص ثلاثة على أربعة الكل قوة آن وذلك هو المطلوب انظروا جيدا نقول هنا ومن هو بهذه البساطة المطلقة فقط الآن أبنائي بعدما أكملنا مع هذه السؤالين يعني سؤال استنتاجي فقط نأتي الآن إلى السؤال آخر قال ما هي نهاية المتتالية إلي آن؟ إذن نقول نهاية إلي آن بن قوسين أكيد لما الآن هنا يقول إلى الزائد من لأن آن عدد طبيعي نقول لمت إلي آن لما آن يقول إلى الزائد من النهاية تسوي لمت آن قلنا يقول إلى الزائد من النهاية ونأتي بعبارة الإلي آن ها هي يا أبنائي قد برها النهاية من قبل انظرك جيدا ها كذا لكن هنا دقيقوا معي شيء معين نقول نبحث الآن عن لمت ثلاثة على أربعة لما آن يقول إلى الزائد من النهاية كم تسوي يا أبنائي؟ إنها تسوي السفر لماذا يقول أحدكم؟ لأن المقام هنا قوة آن إذا كان المقام أسرع من البسط وبقينا نحسب سوف نلاحظ سفر فاصل سفر فاصل سوف تأتينا بنا إلى السفر نقول لأن الكوي هذا أصبح محصور ما بين ماذا؟ ما بين الواحد والناقص واحد إذا كان سفر فاصل أو نقص فاصل كلما زدنا في القوة كلما ذهبت القيمة إلى السفر فتصبح لنا هذه النهاية كم يا أبنائي؟ تصبحوا هذه السفر ماذا بقيت؟ بقيت لنا إلا الإثنان وها هي أبنائكم نهاية المتتالية إلي الآن ظهرت هي الإثناني فهي متقاربة بهذه البساطة الآن بعد ما أكملنا مع هذا السؤال سوف نتطرق إلى السؤال الآخر نتابع جيدا إذا نتابع قال أحسب بدلالة الآن المجموع أسئن لهو مجموع المتتالية ماذا؟ مجموع المتتالية الهندسية هنا أبنائي عندنا قانون نطبقه فقط تابع نقل أس أن يسوي ما هو مجموع المتتالية الهندسية؟ يقول الحد الأول اللي هو فيلي سفر ها هو أبنكم الحد الأول في الأساسي كي قوة عدد الحدود عدد الحدود أبنائي دائما عندكم الداليل الكبير ناقص هذا السغير توضيفنا واحد دائما دائما مهما كان لأن حتى لو نقل من صفر إلى تسعة كم يوجد من الرقم؟ الكثير يقول أيا أستاذ يوجد لنا تسعة لا يوجد عشرة ناقص واحد على الأساس ناقص واحد وهنا نقوم بالتعويذ فقط سبح لنا أس أن يسوي فيلي سفر هو ناقص واحد قمنا بحسابه من قبل الأساس هو ثلاثة على أربعة الكل قوة ماذا؟ أن ننقص لها الصفر تبقى أن زائد واحد سبح لنا أن زائد واحد ناقص واحد على ثلاثة على أربعة ناقص واحد نفكر الآن أبنائي في شيء توحيد المقام في المقام يصبح لنا هنا أربعة وهنا أربعة فيصبح لنا أس أن يسوي لاحظوا جيدا نقطة بنقطة هكذا نقول هنا الناقص واحد تبقى لنا الناقص يعني ونأتي إلى ثلاثة على أربعة الكل قوة آن زائد واحد ناقص واحد على السطرة أما هنا ماذا ينتج لنا؟ ينتج لنا ناقص واحد على أربعة سبح لنا هنا ناقص واحد على أربعة لكن يا أبنائي عندنا من الخواص ماذا؟ كسر على كسر الثاني ماذا يحدث له؟ هذا ينقلب لما ينقلب يا أبنائي تعلموا هذه الأشياء قلت لما ينقلب فتصبح هنا الأربعة في هذا المكان هنا الأربعة والناقص هذا مع هذا النقص سبح لنا هنا زائد ثم نحذف هذه القيم كلية لما نحذفها يا أبنائي يحذروا شيء عليكم باحترام الأقواص هكذا فيصبح لنا أس آن يساوي أربعة في ثلاثة على أربعة الكل قوة آن زائد واحد ناقص واحد هذا هو المجموع الذي وجدناه يا أبنائي فقط الآن بعدما وجدنا يقول أحدكم يا أستاذ وإن طرح علينا وقال أحسب نهاية هذا المجموع إذا قلنا مثلا لـ 100 أس آن لما الآن يقول إلى الزائد من النهاية لاحظوا قلنا هذه النهاية كم تذهب؟ قلنا أن تساوي السفر فيصبح لنا ماذا؟ أربعة في ناقص واحد كم؟ صبح لنا ناقص أربعة إذا نهاية هذا الفرق هي النقص أربعة لكن هو لم يطلب ذلك إذا فنحن لا نكتب ذلك الآن بعدما قمنا بحساب هذا المجموع نأتي إلى السؤال الآخر لاحظوا قال استنتج أنه من أجل كل عدد طابعي آن فإن؟ والسؤال استنتج لا تحسب قم باستنتاج فقط على الأمور التي درسنا إذا نقول هنا استنتاج استنتاج أنه لاحظوا جيدا تابعوا يا أبنائي هنا بما أنها أمر الاستنتاج معناها لا يتتعبوا وقل لكم كثيرا قلنا نقول لدينا ماذا؟ لدينا هذه العلاقة ها هي أمامكم قلنا لو نقلب هذا إلى هنا ماذا يصبح؟ يصبح لنا أولي آن يساوي ماذا؟ يساوي لنا ذي لآن زائد إثنان لأن هذا لما يقلب هنا يصبح زائد لاحظوا معي وهو طلب منا شيء أن هذا المجموع مجموع لمن؟ للمتتالية الأولي آن والمتتالية ليست حسابية ولا هندسية إنما هي متتالية استنتاجية يعني دائما تأخذ قيمها من المتتالية الهندسية هذه لأننا نحن نعلم طابعتها إذن ماذا يكون؟ هذا إذا سميناه هذا المجموع هو أس آن فتحة أليس هذا المجموع هو الأس آن فتحة؟ نعم لأن إي سفر إيوعد حتى الإيلي آن هو مجموع ماذا؟ هو مجموع الإيلي آن حدود الإيلي آن وهذا الفيلي آن ما هو مجموعه؟ ألا تلاحظون أن هاهو أمامكم؟ نعم إنه آس آن زائد ماذا؟ زائد إثنان لكن الإثنان هنا عليكم بالحذر الإثنان سوف تتكرر مثل ما تكررت باقي الحدود يعني هنا نقول إثنان في هنا الدليل الكبير تتكرر قلت الإثنان مثل ما تكررت الحدود الاخرى يقول أحدكم لم نفهم يا أستاذ لماذا تقولها كذا؟ لأن ألاحظوا إيلي آن قلنا يساوينا تغير لان زائد إثنان تخيلوا أن إيلي سفر كم يساوي؟ يساوي لان فيلي سفر زائد إثنان إيلي واحد كم يساوي لان فيلي واحد زائد إثنان ألاحظنا أن الإثنان كل مرة تتكرر كل حد يتبعه بالإثنان كم يأتيها من مرة يأتيها هنا على حسب عدد الحدود الدليل الكبيري ناقص صغير تضيفون واحد دائما يعني ماذا نتج يا أبناني لاحظوا جيدا نتج لنا هذا الشيء نتج لنا أنه S فتح هذا اللي نسميناها كذا تساوي لنا ماذا تساوي لنا S N زائد 2 في N زائد 1 هذا الشيء وجدناه لكن هو قال برهن العلاقة سوف نبرهن العلاقة رويدا رويدا تابعوا جيدا هو طلب مننا أنه هذا المجموع يجب أن يكون مساويا لهذه العبارة انظروا جيدا هو يطلب مننا أن نجد أنه S N فتح يساوي ثلاثة في ثلاثة على أربع الكل قوة N زائد 2 N نقص 2 نتابع ما رأيكم أبنائي لو نأتي بهذه القيمة ونعوضها في مكانها هنا ماذا ينتج ينتج لنا S N فتح يساوي أربعة في ماذا في ثلاثة على أربعة الكل قوة N زائد واحد ناقص واحد زائد هذا نكتبه كما هو لهو 2 ننشر فقط أنشروا هذا مع هذا سبح لنا ماذا سبح لنا 2N زائد 2 لأنه ينشر هذا في هذا لاحظوا جيدا هل نصل أم لا تابعوا سبح لنا S فتح N يساوي أنشروا هذا في هذا سبح لنا أربعة في أربعة عفوا في ثلاثة على أربعة الكل قوة N زائد واحد وهذا في هذا كم يصبح يصبح لنا ناقص أربعة زائد 2N لاحظوا جيدا زائد 2 ركزوا معي يقول أحدكم يا أبنائي احذروا أن تدخلوا هذه الأربعة هنا في الأس لا الأربعة قوتها واحدة فلا تدخل معها N زائد واحد ثم ركزوا هل وصلنا لا زال بعد أن العلاقة لم نصل إليها سوف نتابع ونكمل مسير ألا تلاحظون أن هذه مع هذه تعطيها ناقص 2 إذن ظهرت فأصبحت ماذا S أن فتحة يساوي أربعة في ثلاثة على أربعة الكل قوة أن زائد واحد لكن هنا زائد 2N وهذا مع هذا كم ناقص 2 هذا الجزء الظهر بقيت لنا هنا لاحظوا هنا عندنا أربعة وهنا الثلاثة هنا عندنا أن زائد واحد وهنا أن إذن سوف نحدث كذلك تغيير هنا في القوة لما نحدث تغيير ماذا يحدث يحدث لنا أن S أن فتحة يساوي لاحظوا أبنائي وركزوا معي إذا كان عندكم عشر مثلا قوة X زائد Y أليس هي نفسها عشر قوة X في عشر قوة Y نعم جمع الأسس إذن بما أن عندنا جمع الأسس يعني تفكيك الأسس ماذا تصبح تصبح لنا أربعة في ثلاثة على أربعة الكل قوة واحد في ثلاثة على أربعة الكل قوة أن اجمعوا الأسس هذا في هذا هذا زائد هذا اللي هو أن زائد واحد مطلوب زائد إثنان أن ناقص إثنان لكن لاحظوا بما أن القوة هنا كم واحد بما أن القوة واحد معناه يمكن أن نختزل هذا مع هذا فبقيت لنا ماذا أبنائي فبقيت لنا المطلوب الذي طلب مننا اللي هو S أن فتحة يساوي أن ثلاثة في ثلاثة على أربع الكل قوة أن زائد إثنان آن ناقص إثنان وها هو أمامكم تلك المجموع الذي طلب مننا يا أبنائي بكل بساطة معناه هنا خواص القوة فقط هذا ذهب مع هذا أو لو تكملوا هكذا تقول إثنان عشر على أربعة سوف تعطيكم ثلاثة بهذه البساطة المطلقة أبنائي قد أكملنا هذا الفيديو كما نرجو منكم ألا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية وزروا صفحتنا لصفحة الفيسبوك للأستاذ نور الدين ليصلكم جديدا باستمرار ودمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته